هذا خبر جيد خبر كان ينتظره كل من يؤمن بأن العلاقة بين المغرب وإسبانيا البلدان الجاران المترابطان بحكم التاريخ والجغرافيا لا بد وأن يواصل تطوير علاقاتهما إلى مستويات متقدمة وهو ما كان عليه الأمر فعليا حتى تاريخ الأزمة التي بدأت العام الماضي والتي هزت للأسف مبدأ الثقة بين البلدين الثقة هذا ما كان يجب التركيز على إصلاحه وأعتقد أن التصريحات التي سمعنا خلال اليومين الأخيرين تؤكد بوضوح عودة الثقة وخصوصا رغبة الجانبين المغرب والإسباني في تلمس آفاق المستقبل والعمل بشكل مسترك يدا في يد ليس فقط لتقوية العلاقات الثنائية ولكن أيضا كلاعبين أساسيين نحو بلورة سياسة جهوية في عالم يشهد تحولات ومتغيرات مع بداية قرننا الحادي والعشرين في ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر